السلام عليكم ورحمة الله رسميا وزارة التربية يوم غدا الثلاثة استئناف الامتحانات في المدارس لغاية الآن أمانة مجلس الوزارة لم تعطل الدوام الرسمي اليوم غدا الثلاثة بسبب وجود العاصفة الترابية طبعا هسة نزلت وزارة التربية على صفحتها الرسمية قالت باتر ماكو عطلة الثلاثة دوام وامتحانات عادي اللي عنده امتحان يروح يمتحن واللي ما عنده احتمال اكو بعض الطلبة ما عندهم امتحان فينقل الى الامتحان اللي بعده فهي بس العطلة بس اليوم لكن باتر يقول دوام رسمي لامتحانات بالمدارس وتأكيدا على كلامنا لما نزلت قبل هذا الفيديو قلت لكم باتر دوام رسمي وأكو امتحانات وهسة نزلت الوزارة على صفحتها قالت استئناف الامتحانات يوم غدا الثلاثة في المدارس يعني ماكو عطلة لانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى باتر عطلة من سمعة وزارة التربية نزلت على صفحتها بشكل رسمي وقالت يوم غدا الثلاثة استئناف الامتحانات في المدارس يعني باتر اكو دوام اللي عنده امتحان يروح يمتحن ترجمة نانسي قنقر